مساء الخير تقترب مناقصة الرئاسة من مرحلة فض العروض وفتح المظاريف لكنها خارج القانون والدستور والعملية الديمقراطية فمع تجوال أبو فهد القطري كشفت المرد للمرة الأولى عن إغراءات ومحفزات مالية سياسية تلقتها أخيرا ورفضتها كثمن للانسحاب من السباق الرئاسي وهذا الرفض يعكس إصرار فرنجي على التمسك بالترشيح إلى أن يقضي حزب الله أمرا كان مفعولا والمفعول هنا مرفوع على خماسية دولية عربية تتحرك بخط عامدي وأفقي وقد نشط من بينها الدور المصري عبر السفير ياسر علوي وبتجميد مبادرته الحوارية بعد انقطاع الأمل فإن الرئيس نبيه بري يجلس مترقبا المسع الفرنسي والحراك القطري محتفظا بمفتاح مجلس النواب في جيبه ممتنعا عن الدعوة إلى الجلسات المفتوحة مشترطا اللان نافية للانتخاب والضاربة لمبدأ الديمقراطية دزينة جلسات نيابية كانت تنتهي بتهريب النصاب وبشروط التوافق قبل الانتخاب ومع اقتراب الفراغ من حكم العام الكامل فإن هذا التوافق يطل مجددا من طرح الخماسية للمرشح الثالث ودعوة الأفريقاء اللبنانيين إلى التخلي عن تصلبهم وذهب بمحبة إلى مرشح توافقي والمرشح الثالث في الدستور السياسي اللبناني سيعني التجديد للمنظومة واستمرارها في الحكم عبر تقاسم الرئيس والحكومة معا خلافا لكل ديمقراطيات العالم حيث التنافس والانتخاب الفائز يحكم والخاسر ينتقل إلى صفوف المعارضة لكن هذه العملية البسيطة ديمقراطيا نستبدلها بنظام أكثر تعقيدا ويشترط رئيس المجلس وضوح الصورة قبل أن يدعو إلى جلسة انتخابية مفتوحة فأي صورة يراد اتضاحها أكثر من اتباع الدستور هو فيلم لبناني طويل يبلغ عامه الأول الشهر المقبل ومرشح لدوران في حلقة مفرغة ومفزعة معا وإذا ما استمر الدوران في حلقة الفراغ فإن الخماسية قد تدير ظهرها للبنانيين بعدما يتبين لقطر أن إنجاز اتفاق بين أمريكا وإيران على ستة مليارات دولار وتحرير مخطوفين من الجانبين كان أسهل من إنتاج رئيسا للبنان فهل نشهد على تقلبات في المناخ الرئاسي تأتي مصحوبة بأمطار انتخابية الفرصة الوحيدة المتاحة هي في ضغط الرياح الخماسية والتي تتبلور خلال تشرين وبانتظارها فإن التصلب في الشرايين السياسية بدأ يشهد على تصريحات تمهد للتغيير ومن بين هذه المواقف إشادة معظمة مكررة من حزب الله إلى الجيش ومواقفه البطولية كما شاء في كلام الشيخ محمد يزبك وعلى جبهة واحدة لفتت إشارة نائب هانئبيسي إلى أننا سنقف داعمين لكل المبادرات التي تأتي أكانت من الداخل أو الخارج لحل المشكلات ولكننا نرفض القرارات والإملاءات فهل تؤسس مثل هذه الإشارات إلى تقدم سعودي حوثي في اليمن وإلى تبديل الوجهة الرئاسية لاحقا لثنائي كلها علامات استفهام منتظار أن يأتي تشرين بأجوبة عن السر النووي الذي سيقود إلى كرسي بعبده ترجمة نانسي قنقر